قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح الذي يقال أنه القدر نعم البخاري 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 يعني هذه القصة تجعل الإنسان يتيقن من القدر وأننا مهما بلغ علمنا لا ندرك شيئا من علم الله صحيح نعم الذي كان يفعله وموسى عليه السلام لقن درسا برفقته للقدر هو يقال في القصة أنا لا أدري قرأتها في ابن كثير أن موسى وقف خطيبا ذات يوم فأعجب الناس سئل من أعلم الناس فقال أنا فعوتب على ذلك وكان الدرس الذي لقنه أن يذهب ليرافق الخضر نعم وتعلم من الخضر أمورا عجيبة يعني موسى بما يؤتاه النبيون من علم وحي لم يدرك علم خصه الله هذا تذيب الله لو أذنت لي هنا فضل أنا أريد أن أرجع إلى الآية آية الشيء